السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبيات التعليم الفني الزراعي الصف الثاني الزراعي مادة الألبان حنستكمل حلقات مدرسة على الهوى في مادة الألبان إن شاء الله نبدأ نعمل استرجاع لما تم شرحه أثناء الحلقات الماضية إحنا بدأنا في مادة الألبان لصف الثاني الزراعي باللبن وأهميته من الناحية الزراعية أهمية اللبن من الناحية الصناعية وسائل النهوض بالصروة الحيوانية الفرق بين الإنتاج والاستهلاك والفجوة الموجودة عرفنا إحنا إزاي نعالج الفجوة في إنتاج اللبن ورفع نصيب الفرد من اللبن أخذنا كمان في حلقات الماضية تعريف اللبن وتركيب اللبن أنا أعد على تعريف اللبن أذكر حضراتكم به مرة تانية تعريف اللبن كان بيذكر بيقول ليه عبارة عن الإفراز الغدي الطبيعي لإناس الحيوانات السديية عقب الولادة مباشرة وبعد انتهاء فترة السرسوب التي تتراوح مدتها من ثلاثة إلى سبع أيام أخذنا كمان في الحلقات السابقة تركيب اللبن حتى ذكرنا أن تركيب اللبن يقسم أو تقسم اللبن إلى مكونات كبرى ومكونات صغرى عدلنا المكونات الكبرى التي كانت تشمل الماء والدهن والبروتين وسكر اللبن والأملاح المعدنية أما المكونات الصغرى كانت تشمل الفيتامينات الصبغات الإنزيمات الغازات بدأنا بعد ما خدنا مكونات اللبن خدنا مكونات اللبن بالنسب يعني نسبة المية كام نسبة الدهن كام نسبة سكر اللبن كام ده كله إحنا شرحناه بدأنا بعد مكونات اللبن بالنسب بدأنا في حاجات تانية كمان معانا وهي عبارة عن نكمل الحالة التي توجد عليها مكونات اللبن الحالة التي توجد عليها مكونات اللبن احنا ذكرنا ان مكونات اللبن عبارة عن الماء والدهن والبروتين وسكر اللبن كل مكون من مكونات اللبن يوجد داخل اللبن على اي حالة او على اي صورة ويقفنا في النهاية خدنا المية انتهينا منها خالص الضهن ويقفنا عند التغيرات التي تحدث في دهن اللبن اذا بنا هدرس التغيرات التي تحدث داخل دهن اللبن ليه ايه السبب لان انا بتاع البان انا عندي معمل البان انا عايز اطلع منتج زوجودة عالية انا عايز اعرف التغيرات دي كم تغير اول تغيرات احنا لو بصنا مع بعض على الشاشة هنشوف التغيرات تلاتة اول تغير هو عبارة عن التزنخ المائي اذا التغيرات تسمى تزنخات او تزنخ عايزة تكون عارف ومتأكد ان التزنخ المائي تعرف سببه العامل المساعد النتيجة اللي بتطلع نتيجة اجراء او حدوث التزنخ المائي التزنخ المائي سببه الرطوبة او العامل المساعد فيه الرطوبة طب مين القائم بالتزنخ المائي هو عبارة عن انزيم الليبيز انزيم الليبيز بيبدأ ينشط هو وبعد انواع من الميكروبات هو وبعد انواع من الميكروبات وينفرد عن تحلله حمض البيوتريك زو الرائحة النفازة نذكره مرة تانية خلي بالك التزنخ المائي سببه انزيم الليبيز انزيم الليبيز لما يتوفر له البيئة او الجو المناسب اللي هو عبارة عن الماء او الرطوبة يبدأ يتفاعل مع الدهن نتيجة حدوث التفاعل بينتج مادة او مكون يسمى حمض البيوتريك زو الرائحة النفازة يبدأ معنى كده انا لو سألت اقولتلك امامك عايينة من اللبن الرائحة بتاعتها تعرف على الرائحة بتاعتها هتقول لي ده رائحة نفازة سببها ايه؟ حمض البيوتريك حمض البيوتريك ناتج من ايه؟ من تحلل الدهن من اللي حلل الدهنة؟ انزيم الليبيز في وجود مين؟ في وجود الماء يبقى انا جبتلك التزنق المائي من بدايته ومن اخره تركز جامل في موضوع التزنقات تزنق المائي رقم واحد السبب فيه هو عبارة عن انزيم الليبيز انزيم الليبيز بيبدأ يحلل الدهنة تحلل مائي كلمة تحلل مائي يعني الوسط بتاعت التحلل ساعتما يتوفر الماء يبدأ انزيم الليبيز ينشط نتيجة نشاطه في التفاعل مع الدهنة بيديني ناتج تاني هو عبارة عن حمب البيوتريك زو الرائحة النفازة تاني تزنخ او تغير من التغيرات لو احنا بصينا على شاشة برضو خلي بالك هو عبارة عن التزنخ الكيتوني التزنخ الكيتوني برضو عايزين نعرف فيه سببه ايه وايه اللي بيطلع عندي ترى طعم اللبن بيتغير ولا لا لكن السببه هو ناتج من بعض الفطريات اديني مثال لبعض الفطريات التي تسبب التزنخ الكيتوني فطر يسمى البنسليم فطر البنسليم بيحلل ركز في دي الاحماد الدهنية المشبعة مشبعة عشان هيجينا في التزنخ الاخير هيقولك الاحماض الدهنية غير المشبعة يباركز فيها تاني التزنخ الكيتوني سببه وجود بعض الفطريات مثل فطر البنسليم يروح على الدهن ومتخصص على الاحماض الدهنية المشبعة ويبدأ يعمل لها عملية تحلل طب ناتج التحلل هيديني ايه مركبات كيتونية طيارة دي تكسب اللبن خلي بالك طعم غير مقبول تكسب اللبن طعما غير مقبول هيدها تاني التزنخ الكيتوني سببه فطر البنسليم بيحلل جزء من الدهن وهو عبارة عن الاحماض الدهنية المشبعة نتيجة التحلل بيطلع عندي ايه خلي بالك في نتيجة التحلل بينفرد مركبات كيتونية طيارة هي التي تكسب اللبن طعم غير مقبول ثاب نشوف ثالث نوع من انواع التزنخات هو عبارة عن التزنخ الاكسيدي قبل ما بدأ في التزنخ الاكسيدي خدنا عندنا التزنخ المائي عرفنا مين اللي بيسببه عرفنا النتج بتاعه ايه خدنا التزنخ الكيتوني عرفنا هو كمان مين اللي يسببه وايه النتج بتاعه اما التزنخ الاكسيدي من اسمه سبب التزنخ الاكسيدي هو نشاط الاكسوجي وتأثيره على الاكسيدي الدهنية خلي بالك ايه الغير مشبعة اذا التزنخ الكيتوني كان احماض دهنية ايه مشبعة اما التزنخ الاكسيدي تأثير على الاحماض الدهنية غير المشبعة طب نتيجة التحلل ايه اللي بيحصل خلي بالك وينشع عن هذه الاكسيدي تكوين بعض الكيتونات التي تكسب الدهن الطعم الشحمي او المعدني او الزيتي طب ده بيفيدنا في ايه يا جماعة خلي بالك بيفيدك لما انت تصنع المنتجات الدهنية وتلاقي عندك الدهن طعمه شحمي خلي بالك او معدني اذا حدث له تزنخ اكسيدي من السبب في التزنخ الاكسيدي هو عبارة عن الاكسوجين الاكسوجين عمل ايه تفاعل مع الاحماض الدهنية غير المشبعة نتج عن التفاعل نتج عنه بعض الكيتونات التي تكسب الدهن الطعم الشحمي او المعدني او الزيتي طيب التلت تزنخات او التلت انواع من التزنخات انا ابدأ اقومهم ازاي عندي باب كامل يسمى المعاملات الحرارية كلمة المعاملات الحرارية هناخدها مستقبلا ان شاء الله اللي هي عبارة عن البسترة الغالي التعقيم خلي بالك بالاضافة الى انت احنا هناخدها في التلمي التاني التلمي التاني خاص بالمعاملات الحرارية بس لازم يكون عندك خلفية عشان اوقف مجموعة التزنخات التلاتة اللي هزكور اسميهم كمان مرة التزنخ المائي الاكسيدي الكيتوني لابد من اجراء المعاملات الحرارية بكده نباحنا انتهينا من تاني مكون من مكونات اللبن وهو عبارة عن الضه شرحنا المية كاملة شرحنا الضه نخش على تالت مكون وهو عبارة عن البروتين ذكرنا قبل كده ان اغلى مكونات اللبن هو الضه المرة دي في البروتين هنتكلم عنه انه اساس عملية التصنيع اساس عملية التصنيع بنسبة البروتين في اللبن بتصل لكام ثلاثة خمسة وخمسين من مية في المية البروتين يقسم الى شقين جزئين الجزء الاول هو عبارة عن الكازين وده اساس التصنيع وهرجع له تاني اما الجزء الاخر او الشق التاني يسمى بروتينات شرش بروتينات الشرش من اسمها بتفقد مع الشرش ارجع بقى للكازين تاني الكازين لما نجي نتكلم عنه هو المسؤول عن عملية التجبن هو اللي بيديني الخفرة هو اللي بيديني في الناتج النهائي الجبن خلي بالك من اللي جاي هو اللي بيحدث ما بينه وما بين المنفحة التفاعل لحدوث عملية التجبن هو اللي بيحدث ما بينه وما بين الاحماض المتكونة التفاعل ويحدث عملية التجبن تبه كلمة التجبن يعني ايه عشان تكون عارفة تحول اللبن من الصورة السائلة الى الصورة المتمسكة او الهلامية يبقى نتكلم عن البروتين تتراوح المتواصل بتاع البروتين 3.55 من 100% ويقسم الى كازين وهو المكون الرئيسي الكازين هو المكون الرئيسي بياخد نسبة كام من 3.55 من 100% بياخد لوحده 3% لان هو اللي بيديدي الخسرة وبيديني في النتج النهائي بعد طرد الرطوبة بيديني مجموعة الجبن كلهم على حسب نوعه يعني انت بتصنع جبنة دومياتي ولا دوبلكريم ولا بتصنع اي منتج لبني زي الزبادي مثلا هو ده اساسه هو عبارة عن البروتين اللي هو ابن من ابنائه الكازين اللي بيمثل اكبر كمية التي تصل الى كام 3% الكازين مش موجود لوحده ده مرتبط معها املاح تسمى املاح فوسفات الكالسيوم لذلك لما ندمج الكازين مع الاملاح المرتبط بيها ليه اسمي تاني اسمه كازينات فوسفات الكالسيوم دايما البروتين بيوجد على صورة غروية خلي بالك اذا الكازين ما اسموش كازين لوحده ليه لان معاه املاح فوسفات الكالسيوم مرتبطة معاه واملاح فوسفات الكالسيوم دي لها دور كبير جدا في احداث عملية التجبر طب نشوف تاني كازينات فوسفات الكالسيوم خوصها ايه مهم مرتبطة مع مع املاح الفوسفات خوصها ايه خلي بالك لونها اللي هو الكازين ابيض لونه ابيض فين في اللبن البقري اما في اللبن الجاموسي خلي بالك لونه مخدر لونه طب احنا لو رجعنا وقفنا عند كلمة مخدر حد فيكم فاكر الصبغات الزائبة في اللبن مش احنا قلنا ان فيه صبغة زائبة في الماء هي عبارة عن صبغة اللاكتوكروم هي التي تكسب اللون الاصفر المخدر او اللون المخدر اذا اللون الكازين في اللبن البقري ابيض بينما في اللبن الجاموسي مخدر او اخضر الكازين كمان قليل الزوابان في الماء او الكحول او الايثير ما بيدوبش بسهولة عندك الكازين خلي بالك اموفيتري التفاعل اي له القدرة على الاتحاد بالاحماض والقلويات ويستفد من هذه الخاصية خاصية دي نستفيد فيها بصناعة الجبن القريش والالبن المتخمرة وتحضير الكازين بنشوف معادلة بسيطة خالص هي عبارة عن يعني ازاي التجبن بيتم في المعادلة دي عندي كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية طبعا هتاخد المعادلات دي بالتفصيل اثناء صناعة الجبن وده القاص بالصف السالس كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية في وجود حمض اللاكتيك في وجود حمض اللاكتيك هو حمض اللاكتيك جاي لمنين مصدره سكر اللبن اللي هناخده بعد البروتين مصدر حمض اللاكتيك هو عبارة عن سكر اللبن لما نيجي عن سكر اللبن هتعرف هو يتحول الى حمض اللاكتيك ازاي طب لما يكون موجود حموضة او حامض مع البروتين او مع كل مكونات اللبن هيحدث ما بينهم تفاعل هيديني كازين او يديني خطرة زائد لكتات كالسيوم بتفقد مع مين مع الشرش كازينات كالسيوم زائد حمض اللاكتيك او في وجود حمض اللاكتيك هيديني لكتات كالسيوم زائد كازين الكازين هو عبارة عن الخسرة غير كده كمان البروتين اللي ابنه من ابنائه هو عبارة عن الكازين والتي تنوصي نسبته 3% ايه برضو خواصه باقي خواص الكازين خلي بالك يرسب الكازين بكحول الايثايل عند حموضة اكثر من 21% تموه دا بيدللي على حاجة في الاختبارات بتاعة الحموضة في اختبارات بعملها الاختبارات السريعة بالكحول مثلا اما الاختبارات اخرى لتقدير الحموضة باجراء عملية المعايرة يبا هنا تاني كمان مرة من خواص الكازين انه يرسب بفاعل كحول الايثايل عند حموضة 21% يتأثر الكازين بالمنفحة ويحدث التجبن الانزيمي طب لحظة كده اخلي بالك عندك المعدة اللي فاتت كانت عبارة عن تجبن ايه حمضي ليه لان فها حمض اسم حمض الاكتيك اما التجبن اللي قدامنا حالا ده هو عبارة عن تجبن انزيمي ليه برضو لانها استخدم المنفحة والمنفحة تخطى بالتفصيل ان شاء الله وقبل ما ناخدوها لازم تخلي بالا ان المنفحة دي عبارة عن انزيمات او تحتوي على انزيم الرنين والبيبسين الذي يحدث عملية التفاعل مع الكازين ويسبب عملية التجبن ده حاجة بسيطة عنها عشان تبقى واخد بالك قبل ما نشوف المعادلة بتاعة التجبن الانزيمي هي عبارة عن ايه نبص على شاشة خلي بالك كازينات فوسفات الكالسيوم الغروي زائد منفحة زائد منفحة احنا متفقين ايضا ان المنفحة تحتوي على انزيمية الرنين والبيبسين يبدأ انزيم الرنين يتجه الى الكازين مباشرة هو رأي على بيت القاسين بتاعه يتفاعل معاه ويبدأ يحول كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية الى بارة وكلمة بارة يعني احادي يحولها الى بارة كازينات فوسفات الكالسيوم برضو هي لسه ايه غروية لم يحدث لها عملية ترسيب نرجع تاني مين اللي حول كازينات الكالسيوم خلي بقى لك الى بارة كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية هي عبارة عن انزيم الرنين الموجود داخل المنفح بارة كازينات فوسفات الكالسيوم بيحصل لك ايه تاني خلي بقى لك ده الشق التاني من المعادلة او الجزء التاني من المعادلة بارا كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية زائد أيونات الكالسيوم أيونات الكالسيوم موجودة داخل اللبن لذلك يقول لك إيه لو أنت غالت اللبن مجبر تضيف أملاح كالسيوم ليه؟ علشان التجابن هيبض ضعيف لو أنا ما ضفتش أملاح الكالسيوم برضو ليه إيه السبب؟ لأن الحرارة خلي بالك تكسر أو تحول أملاح الكالسيوم من صورة زائبة تساعد في عملية التجابن إلى صورة غير زائبة لا تساعد في عملية التجابن نبدأ المعادلة تاني بداية المعادلة عندي اللي هو التجابن الإنزيمي كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية زائد المنفحة اللي بتحتوي على الإنزيم مرنين زي ما ذكرنا خلي بالك بتتحول كازينات فوسفات الكالسيوم إلى بارا كازينات فوسفات كالسيوم ما زالت هي لسه إيه غروية في وجود أيونات الكالسيوم هتتحول إلى الناتج النهائي وهو عبارة عن بارا كازينات كالسيوم مترسبة هتبدأ يحدث لها عملية تجابن تجابن يعني إيه؟ يعني بتجمع كل مكونات اللبن مع عدم مكون واحد هو اللي بيطلع في صورة شرش اللي هو المية يبقى كل المكونات اللبن هتتجمع هتكون ما يسمى بالخطرة اللي بعد كده ينطرط بينها المية اللي بتطلع في صورة شرش يديني في النهاية الجبن من ضمن خواص الكازين أيضا يترسب الكازين بالمعادن السقيلة وهو أكثر تحمولا للحرارة خلي بالك طيب أنا خدت الوقت اتكلمت عن مين؟ عن الكازين البروتين مقسم إلى كازين وبروتينات ايه؟ شرش اتكلمت عن الكازين وقلت خواصه قلت نسبته قلت التجابن الحمضي والتجابن الإنزيمي طيب تعال بقى على بروتينات ايه؟ الشرش احنا ذكرنا من شوية أنها تفقد مع الشرش أثناء عملية التصنيع طيب بروتينات الشرش مقسمة لكم قسمة؟ مقسمة لاثنين أو لاثنين من المكونات الألبيومين والجولوبيولين كمان مرة بروتينات الشرش مقسمة إلى الألبيومين والجولوبيولين طبعا بروتينات الشرش بتفقد مع الشرش في حين أن الألبيومين والجولوبيولين مهمين جدا طيب أنا لو عايز أخلي بروتينات الشرش ما تنزلش تفضل معايا داخل الجبن أعمل ايه؟ هغل اللبن طيب ما هي مصر انت أغلت من شوية لو أنا غلت اللبن خلي بالك هكسر أملاح الكالسوم يبانا هأضعف عملية التجابن طيب ما احنا ممكن نعالجها هنعالجها ازاي؟ أسخن اللبن وأرفع درجة حرارته خلي بالك بعد كده أبرد واجهز درجة الحرارة المناسبة لإضافة المنفحة وأضيف أملاح كالسيوم هو أنا بأغلي له عشان أعمل عملية تعقيب وفي نفس الوقت أن أنا أرسب بروتينات الشرش خلي بالك لما بترفع درجة حرارة اللبن بتكسر بروتينات الشرش وبالتالي بتزود التصافي وكلمة التصافي يعني الوزن النهائي يعني أنا مدخل عشرة كيلو لبن أصنعهم جبنة دمياتي إدوني كام؟ أنا مدخل كيلو لبن أصنعه زبادي إداني كام عبوة؟ ده معنى كلمة التصافي إذن بروتينات الشرش مقسمة إلى الألبيومين والجلوبيولين طيب نسبة الألبيومين قالك أربعة من عشرة إلى خمسة من عشرة في المية أما نسبة الجلوبيولين واحد من عشرة لتنين من عشرة في المية لما تجي تشوف كل المكون تجمعه على بعضه اللي هو عبارة عن البروتين نسبته تلاتة خمسة وخمسين من مية في المية انتهيت كده من البروتين في عندك بقى بروتينات تلتة دي لا تترسب أو بروتينات لا تترسب بالغليان دي عشان خاطر أنا هأغلل لبن عشان أرسب بروتينات الشرش بس في بروتينات تانية مش هتترسب بموضوع الغليان مش هتأثر فيها درجة الحرارة زي مين؟ زي حاجة اسمها الببتون الببتون ده اللي هتترسب برفع درجة الحرارة طيب سريعا برضو تاني نرجع للبروتين أذكركم بتاني مقسم إلى كازين وبروتينات شرش نسبة البروتين كلها جملة على بعضها تلاتة خمسة وخمسين من مية في المية نسبة الكازين تلاتة في المية نسبة البروتينات الشرش خمسة وخمسين من مية في المية خدنا خواص الكازين عرفنا التجبن الحمضي بيتم ازاي؟ عرفنا التجبن الانزيمي بيتم ازاي؟ في مرحلتين تركزهم كويط عرفنا كمان ان رفع درجة الحرارة يؤدي الى ترسيب بروتينات الشرش وبالتالي زيادة التصافي عرفنا تاني ان فيه بروتينات لا تترسب بالغالية ما بتترسبش بها هي تفقد مع الشرش طب نشوف المكون اللي بعدك كده خلي بالك سكر اللبن من شوية ذكرنا انه سكر اللبن اللي هو سكر اللكتوز هو عبارة عن سكر سنائي نسبتك كام يا سكر نسبتي في داخل اللبن 4 و 5 من 10 الى 5% نسبة السكر داخل اللبن من 4 و 5 من 10 الى 5% ده سكر يسمى سكر اللكتوز سكر سنائي ويكسب اللبن الطعم الحلو لذلك في الاختبارات الحسية لما نجي نعملها هيقول لك المزاق او الطعم الرائحة دي كلها اسمها اختبارات حسية وهتشوف لون اللبن طب واذكركم بحيث تفاتت وان اللون اللبن البقري اصفر بينما لون اللبن الجاموسي ابيض ليه؟ ذكرناها سامعك وانت بتقولها لقدرة الجاموس على تحويل سبغة الكاروتين الى فيتامين الف طب ارجع للسكر تاني عرفنا نسبته طب السكر ده هو اللي بدي الطعم الحلو وهو سكر سنائي يشبه سكر قصب السكر القصب السكر بيتحول لحمض الاكتيك خلي بالك في التجبن الانزيم نرجع لها سنة بسيطة سكر اللبن سكر سنائي خلي بالك بفعل انزيم يسمى انزيم اللاكتيز بيتحول من الصورة السنائية الى صورة احادية يبدأ ينشط عليه بكتيريا حمض اللاكتيك معنى كده ان بكتيريا حمض اللاكتيك ما بتقدرش على السكر السنائي عشان تحوله لحمض الاكتيك لازم الاول يتحول الى سكر احادي من اللي حول سكر اللبن لسكر احادي انزيم يسمى انزيم اللاكتيز تبدأ بكتيريا حمض اللاكتيك تحول سكر اللبن الى حمض اللاكتيك طب لما تتوجد الحموضة داخل اللبن او ترتفع بيحدث المعادلة يا استاذ عندك بالمعادلة كازينات كالسل زائد حمض لاكتيك يديني كازين او خسرة زائد ما بيفخد معها من الايه لاكتات كالسل تفخد مع مين مع الشرش بمرة اخيرة ان سكر اللبن هو سكر سنائي ويسمى سكر اللاكتوز عشان يكون حامض لابد ان يتحول الى سكر احادي من اللي حوله لسكر احادي انزيم يسمى انزيم اللاكتوز يحاول لسكر احادي تبدأ تنشط بكتيريا حامض اللاكتيك وتحول السكر الوحادي الى حمض لاكتيك اصبح من اللي موجود مع بعضه في مكان واحد الحموضة او الحامض الوحامض اللاكتيك مع الكازين يتفعله مع بعض يديني خسرة حمضية اذا انا انتهيت من كم مكون لحد دلوقتي انتهيت من المية من الدهن من البروتين خلي بالك من سكر اللبن خمس مكون في المكونات الكبرى هي عبارة عن الاملاح المعدنية او الرماد الاملاح المعدنية او الرماد نسبتها ستة من عشرة لتمانية من عشرة في المية طب هي فيها عناصر غزائية اه طبعا ده الاملاح زي مين زي املاح الكالسيوم والفسفور ودي مفيدة جدا ومهمة جدا في حالتين في الحالة الصحية لمن يتغذى على المنتجات اللبنية اللي نفهم فسفورة هو والكالسيوم كمان موجود بالاضافة الى ان املاح الكالسيوم عامل اساسي في اتمام عملية التجبن الانزيمي الانزيمي كده انتهيت من كم مكون خمسة وهي عبارة عن المكونات الكبرى طب تعالوا ندخلوا على المكونات الصغرى المكونات الصغرى احنا ذكرناها قبل كده وقالنا هي عبارة عن الفيتامينات الانزيمات الصبغات الغازات اذا مجموعهم كام او عدتهم كام مكون اربعة اربع مكونات نتكلم عنهم تشمل اولا الصبغات واذكركم بيها وان فيه صبغات زائبة في الدهن وصبغات زائبة في الماء تب حدد لي نوع لو انا قلت لك اكمل من الصبغات الزائبة في الدهن نقط ونقط هتقول ايه الكاروتين والزنزوفيل من الصبغات الزائبة في الماء نقط الكاروت خلي بالك اللاكتو كروم خلي بالك ان كل صبغة من الصبغات دي بتميز حاجة معينة يعني بتدي اللبن اللون الأصفر في الباري طب اللاكتوكروم هي اللي بتخلي لون الشرش مخضر أثناء تصنيع المنتجات اللبنية طب عندك تاني الفيتامينات ما لها الفيتامينات منها ما هو زائب في الضهن وما هو زائب في الماء الزائبة في الضهن مثل ألف دال هكيف أما الزائب في الماء الفيتامينات الزائبة في الماء أنا بفكرك بيها زي به وجيم طب الفيتامينات مهمة لنا طبعا مهمة ده اللبن على فكرة هو الغذاء الوحيد الكامل الدسم الذي يناسب كل الأعمار بعد ما خدنا الصبغات والفيتامينات خلي بالك عندنا الإنزيمات الإنزيمات دي مهمة جدا في ايه أو محتوى اللبن من الإنزيمات إنه بيكشف عن مدى المعاملات الحرارية تمت بكفاءة عالية ولا ما تماتش بكفاءة عالية تبديني مثال للإنزيمات برضو لو أنا ذكرتك وقلت لك أكمل من الإنزيمات الموجودة داخل اللبن والتي يتم استخدامها في الاختبارات أو الكشف عن كفاءة عملية البسترة أو الغالي أو التعقيم ديني مثال إنزيم اسم إنزيم الفوسفاتيز أو الليبيز أو الأكسوديز أو البيروكسوديز بيروكسوديز إذن موجود عندي مجموعة من الإنزيمات توجد داخل اللبن كل إنزيم له دور له أهمية عندي سواء في الكشف عن المعاملات الحرارية أو خلافه الرابع مكون من المكونات الصغرى هو عبارة عن الغازات مثل غاز الأكسوجين والنيتروجين وساني أكسيد الكربون إذن إحنا تتكلمنا عن المكونات الكبرى والمكونات الصغرى باستفادة وفي نفس الوقت إحنا عاملين زي تلخيص بسيط خالص خلي بالك نشوف إيه اللي بعدها الأهمية الغذائية لمكونات اللبن مهمة جدا الأهمية الغذائية هو أنا بأكل لبن ليه هو أنا مهتم بالألبن ليه ليه المعامل اللبن كتيرة على فكرة معامل الألبن دي مربحة جدا جدا المكون الوحيد اللي ربنا خاله مالوش مخلفات لدرجة أن المية اللي بتطلع من اللبن اللي هو الشرش بيتم معالجته واستخدامه في الري يعني أحدث التكنولوجيا موجودة داخل الألبان المية اللي بتطلع في المصانع دي بيتم معالجتها وتستخدم في عملية الري اللي هي ري الحضاق الصغيرة أو النباتات الصغيرة أما باقي المكونات بتطلع على صور متعددة ومختلفة طيب إيه هي الأهمية الغذائية لمكونات اللبن الضه يمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية وغني بالفيتامينات وإحنا عرفنا نوع الفيتامينات ألف ودال وهي وكاف طيب غيره البروتين يمد الجسم بالأحماض الأمينية الضرورية واللازمة للبناء يعني بناء الجسم سكر اللبن يولد طاقة حرارية ويسهل امتصاصه بعد تحلله خلي بالك من الكلام يسهل امتصاصه بعد تحلله كلمة تحلله يعني إيه؟ آه مزبوط زي أنت فكرها من إيه؟ من شوية احنا قلنا سكر اللبن سكر سنائي يعني صعب يتحلل وطول ما هو سكر سنائي نشط عليه إنزيم اللاكتيز حوله إلى سكر أحادي جولوكوز وجالكتوز يبدأ بكتيريا البادئ تنشط على السكريات الأحادية وتحولها إلى حمض لاكتيك طالما تحول إلى حمض لاكتيك يبقى هيجبن اللبن أو خليه يروب لما أنا أكل اللبن أو أتغذى عليه هيبقى سهل امتصاص السكر الموجود جواه لأن الحموضة عمل مهم جدا خلي بالك عمل مهم جدا بيساعد الجسم أيضا على امتصاص مجموعة العناصر الغذائية بالإضافة إلى يحتوي اللبن على المعادن التي تدخل في بناء الجسم مثل الكالسيوم والفوسفور دي كانت الأهمية الغذائية لمكونات اللبن أذكركم تاني أن مكونات اللبن تقسم إلى مكونات كبرى ومكونات صغرى المكونات الكبرى خمسة المكونات الصغرى كام أربعة تابع لهمية خلي بالك الغذائية لمكونات اللبن غير كده كمان اللبن يحتوي على مجموعة فيتامينات ومن أهمها فيتامين دي سي بي اي حيث أن فيتامين دي يمنع لين العظام والكساح يمنع لين العظام والكساح يبدأ لو جيت في سؤال وقلت لك بالافتراض وإن شاء الكريم هعمل لكم مجموعة أسئلة وهيسمى بنك الأسئلة على مادة الألبان للترم الأول وهنعرضه هو كمان إن شاء الله للسؤال بالإجابة هتكون الأسئلة متنوعة في صورة أكمل في صورة صح وغلط في صورة اختيار في صورة قوائم توصيل هيكون متعدد إن شاء الله للانتحان ويقول لك تاني أن فيتامين دي يمنع لين العظام أو الكساح طيب لو قلت لك من الفيتامينات التي تمنع الكساح أو لين العظام أكمل نقط هو عبارة عن فيتامين دال أو فيتامين دي يحتوي اللبن على جميع العناصر الغذائية اللازمة للجسم والنمو والحيوية لذا فهو غزاء كامل الدسم ويناسب جميع الأعمار اللبن اللي تكون عارفه إن مصادر إنتاج اللبن عندي باخد اللبن من مجموعة من الحيوانات أو اللبن المسموح أتدول به من مجموعة من الحيوانات اديني مثال الأبقار الجاموس الماعز الأغنام خلي بالك إن الألبان المسموح بتدولها هم الأربع أنواع من الألبان ألبان الأبقار والجاموس والماعز والأغنام دي عبارة عن مصادر اللبن أو أنا بأخدها منين نشوف اللي بعدين عندي اللبن خلي بالك وأنا بأنتجه لو ترجع لورا شوية كم بقولك فيه فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك ما بين الإنتاج والاستهلاك وإحنا عالجناها عالجناها إزاي خلي بالك آه زودنا عدد رؤوس الماشية عملنا تحسين مراسي للحيوانات استخدمنا الطب البطري جيبنا سلالات جيدة وفرنا عليقة أو علاء خضراء خلي بالك شلنا التعريفة الجمركية طب فيه عقبات بتواجهني داخل مصر ما هي العقبات التي تواجه صناعة الألبان في مصر ناخد رقم واحد عدم وجود مراعي عدم وجود مراعي ما فيش مراعي مش مراعي طبيعية حتى عشان خاطر أنا أزرع برسيم أو أزرع عليخ خضراء أو عليخ يفة بتحتاج مجهود يبقى عدم وجود المراعي المفتوحة ده عامل عقبات من ضمن العقبات التي تواجه صناعة الألبان في مصر ما إحنا متفقين من البداية أن الألبان هي عبارة عن صناعة يبقى من العقبات التي تواجهها هي عدم وجود مراعي تاب رقم اتنين تاب رقم اتنين عندي في العقبات التي توجه صناعة الألبان في مصر زيادة أسعار الأعلاف ما هو أنا أسعار الأعلاف زادت يبقى أنا بالتالي مش هربي مش هربي انتاج لبان لأذا أنا هدور على التسمين أنا هدور على إيه خليني أربح أو أكسب يبقى زيادة أسعار الأعلاف من ضمن العقبات التي تواجه صناعة الألبان في مصر ثالثة تحول الريف من المنتج إلى المستهلك أصبح الريف حالياً هو كمان ما عادش بيربي ما عادش بينتج هو أخلاص ولا بينتج ولا بيربي بيضطر يشتري منين من المدن إذن تحول الريف من المنتج إلى المستهلك هي من ضمن العقبات التي تواجه صناعة الألبان في مصر من ضمن العقبات ايضا زيادة عدد السكان عدد السكان في زياد مباشر او سريع بالتالي هتكون عقبة في انتاج اللبن او في صناعة الالبان في مصر غير كده ارتفاع في سعر اللبن سعر اللبن كل يوم في زياد كل يوم في زياد طب سعر اللبن بيزيد ليه ايه السر في زيادته اه ارتفاع العلائق ده شي طبيعي فيه ممكن الامراض اللي تسيب الحيوانات يبقى بالتالي انا بكشف على الحيوان انا بدي له علاج يبقى خلاص ده لازم يزيد سعره يبقى ازياد سعر اللبن من ضمن العقبات التي تواجه صناعة الالبان في مصر اخر نقطة عندي هي قلة العمالة الفنية المدربة قلة العمالة الفنية المدربة اللي هي تدرب على كيفية خلي بالك تربية الماشية انا هركز على اي نوع من الماشية انا عايز اعمل مشروع انتاج لبن ومربح جدا جدا هتعمل ايه عشق خاطر تعمل مشروع انتاج لبن لازم انت تكون تختار السلالة الصحيحة تختار السلالة اللي هتديك اكبر كم من اللبن هو اللبن ده لما ينتج عندي هيرو على فين حيجيني انا عبتاع الالبان على محمل الالبان اللي حق من ورائي اكبر المكاسب نشوف يحب احنا انتهينا من الوحدة الاولى كده خلصت خالص وخدنا فيها ما ذكرناه في الحلقات السابقة خدنا فيها حتى العقبات التي تواجه صناعة الالبان في مصر طب نشوف الجزئية اللي بعدها الاهمية التكنولوجية لماء اللبن او الاهمية التصناعية خلي بالك انت خدت اهمية ايه غزائية هنا اهمية تكنولوجية معنى الاهمية التكنولوجية يعني اهمية تصنيعية بسيغة تانية ما هو دور الماء او الدهب او اي مكون من مكونات اللبن في عملية التصنيع ما هو دور كل مكون من مكونات اللبن في عملية التصنيع عندك رقم واحد في المكونات الماء دورك اي مية في عملية التصنيع لك رقم واحد وسط انتشار لباقي المكونات المية اللي موجودة داخل اللبن هي وسط انتشار لباقي المكونات غير كده وسط مناسب لحدوث التفاعلات الكيميائية طب تعالوا نشوفوا كمان كلمتين انا لو ما عنديش مية داخل اللبن وانا بضيف الملح الملح هيدوب لا مش هيدوب ازان هي وسط ملائم لحدوث التفاعلات الكيميائية يعني بتوفر البيئة المناسبة لنشاط البكتيريا والميكروبات ما انا لسه واخدين دلوقت التزنخات ومن ضمنها التزنخ المائي اه ازان المية وجودها داخل اللبن انت ممكن تتحكم فيه يكون ضر او نافع لكن النافع بتهو اكتر من الليه من الضر ليه لانك بتعمل مجموعة من المعاملات الحرية على اللبن هي التي تعمل على ايقاف نشاط الميكروبات او البكتيريا الغير مرهوبة ازان الاهمية التكنولوجية او الاهمية التصناعية للمية اتنين فقط لغير وسط ملائم لحدوث التفاعلات الكيميائية ووسط انتشار لباقي المكونات بتخلي المكونات كلها منتشرة داخل اللبن بتدوب الخامات المضافة على اللبن اديني مثال الملحة خلي بالك ممكن اديني مثال تاني السكر او انا بستخدم سكر بحطه على اللبن ايوة وانا بصنع ايه احنا عندنا الصناعات منتجات الالبن متعددة مستال ايس كريم او الجيلاتي او انا بضيف سكر على اللبن بضيف مسبت على اللبن تب من اللي هيدوب السكر المية الموجودة داخل اللبن والمختلف نسبتها على حسب نوع اللبن يا ترى هو لبن جاموسي ام لبن بقري اي انواع الالبان نكامل عند الدهن الاهمية التصنيعية او التكنولوجية للدهن ده الدهن مهم جدا ده الدهن اغلى مكونات اللبن الدهن خلي بالك نسبته في اللبن البقري من تلاتة الستة في المية في اللبن الجاموسي ستة التسعة في المية اهميتك التكنولوجية ايه يا لبن ايه يا دهن انت دورك ايه خلي بالك ده الدهن يكسب المنتج اللبني الطعم الدسي واحنا واخدين اهميته الغذائية كان بيمد الجسم بالسعارات والتقل ايه الحرارية خلي بالك ان الدهن في الاهمية الصناعية او التصنيعية كبر حبيبات او حجم حبيبات الدهن له دور وصغر حجم حبيبات الدهن لها دور تاني خلي بالك حجم حبيبات الدهن يعمل على سرعة تكوين طبقة القشطة اذا كل حجم حبيبات الدهن مازاد خلي بالك ده بيساعد في تكوين طبقة الايه القشطة تب ركز معايا كده هي طبقة القشطة دي الاف ناكلها او ناخدها في الصيف ولا في الشتاء لا ناخدها في الشتاء ليه لانخفاض درجة الحرارة وان الحيوانات تتغزع على العلائق القضراء وبالتالي ان افضل قشطة تطلع عندك قشطة الشتاء طب لو انا عايز اخد قشطة في الصيف هاضطر ان ادخل اللبن ادخل السلاجة ده شي طبيعي وبالتالي ايضا هتديني قشطة خفيفة يعني دهنها ولاية لكن في الشتاء بيديني قشطة ساميكة لازجة دهنها ايه عالي حجم حبيبة الدهن فيها كبير غير كده كمان لما حجم حبيبة الدهن يبقى كبير بيسهل فصلها عن باقي المكونات هو انا لما افصل الدهن عن باقي المكونات الدهن مجموعه يساوي او يعادل او يسمى قشطة اما باقي المكونات هتسمى ايه لبن رقد او لبن رايب او لبن فرز امتى يسمى لبن رقد او رايب لو انا هرجد اللبن بطريقة الشوالي امتى يسمى لبن فرزة لو انا هاخد اللبن اعمل الوضع داخل الفراز وشغل الفراز وطلع الدهن لوحده وطلع اللبن الفرز لوحده اذا حجم حبيبة الدهن في حالة كبارها بتساعد على سرعة فصل القشطة تمه بالتالي زيادة حجم حبيبة الدهن تلا ما بيساعدني في فصل القشطة يبا هي يساعدنا ايضا في ايه في صناعة الزبدة ما هي المنتجات الدهنية خلي بالك مقسمة الاكتر من نوع لبن اعمل له عملية ترقيد ااخد اشطة اعمل عملية خض ااخدها زبدة احولها الزبدة اعمل عملية تسييح او رفع فضالة الحرارة تتحول الى ثالث منتج دهن وهو عبارة عن السمنة لو اعلى تركيز بالنسبة لنسبة الدهن كبار حبيبة الدهن بيصول فصلها سرعت تحولها الى زبدة زي ما ذكرت من شوية اثناء عملية الايه الخض طب الصغر صغر حجم حبيبة الدهن بيعمل معي ايه ده بيديني منتج ناعم خلي بالك الجبنة اللي بتطلع عندي بتطلع نعمة بالاضافة الى تحسين صفات المنتج سواء كان ايس كريم او جيلاتي او جبن او خلافه طب نشو بقى المكونات او بقى الاهمية الهمية التكنولوجية لبروتينات اللي بد اذا انا خدت اهمية مين المية خدت اهمية مين الدهن اسمها الاهمية التكنولوجية او التصنيعية طب شو بقى البروتين اهميته ايه لو تتذكر معايا من شوية واغدين ان البروتين مقسم الى كازين وبروتينات شرش اهمية الكازين ايه الاول في عملية التصنيع ده هو اللي بيحدث له عملية ترسبة وبيديني الخطرة ما هو اللبن طول ما هو سايل اسمه لبن لكن حدث له عملية ترسيب يسمى خطرة طلعا من الخطرة المية في صورة شرش يسمى جبن اذا الكازين هو الذي يعطيني المنتج الى الجبن ايا كان او الزبادي او الجيلاتي اللي هو مين الكازين اللي هو ابن من ابناء مين البروتين نكمل يترسب باضافة كحل الاسايل طب اذكروني واذكركم تاني عند وصول الحموضة الى واحد وعشرين من مية ايه في المية لما انا قلت لكم ان دي تستخدم في الاختبارات السريعة للكشف عن حموضة اللبن يترسب باضافة المنفحة وما حنا لسه واخدين المعادلة حاليا دلوقت وانه كازينات فوسفات الكالسام الغروية ذائد منفحة وقلت ان المنفحة بتحتوي على انزيم الرنين والبيفسين وذكرنا ان الرنين يتفاعل مع الكازين ويحوله الى بارة يعني سرقة احدية كازينات فوسفات الكالسام الغروية في وجود ايونات الكالسام يتحول او ينتج الجبن اللي هتطلع عندي في النهاية اذا دورها او همية التكنولوجية وانه يترسب باضافة المنفحة اللي بعدها يترسب باضافة ايونات المعادن التجيلة يترسب باضافة ايونات المعادن الثقيلة خلي بالا جباب من حتة اللي جاية يتحد الكازين مع الفرمالين ليكون مادة شديدة الصلابة لا تزوب في الاحماض او القلويات وهذا اساس صناعة البلاستيك خلي بالك من الكازين يبقى معنى كده انا ممكن اصنع الكازين منين يا ولاد اصنعه من اللبن طب هيصنع من مين اكتر من البروتين طب ده اشواء كمان من الكازين يبقى بيحدث اتحاد ما بين الفرمالين وخلي بالك الفرمالين غير مسموح باستخدامه ده احنا هناخد طرق الكشفة عن الحاجات اللي بستخدمها في الغش او تستخدم في الغش داخل الاسواق زي الغش بالفرمالين زي الغش بالمية زي الغش بالنزع الده هناخده ازاي نكشف عليها ده هو بيقول الرجل بيعرفني ايه ان عند اتحاد الكازين مع الفرمالين بيديني مادة شديدة الصلابة لا تزوب بتطلع منين بتطلع من الكازين كل فهم معايا كده تبني كم ثانيا بروتينات الشرش ما حنا مقسمين البروتين الى كازين وبروتينات شرش كازين وبروتينات شرش عندي هنا بروتينات الشرش اللي هي منها مين ومين لو تتذكروا الالبيومين والجولوبيولين الالبيومين والجولوبيولين طيب اهمية تصنيعية ايه او وظفتها ايه دورها ايه في عملية التصنيع هنا يتجمد عند حرارة تمانين درجة مأوي ويستخدم خلي بعدك للكشف عن كفاءة عملية التعقيم اذا بروتينات الشرش اللي من ضمنها الالبيومين دي تستخدم للكشف عن كفاءة عملية التعقيم اللي هي احدى المعاملات الحرارية التي تجل على مين على اللبن هو أنا بعمل المعاملات الحرارية ليه انا بغلي اللبن في البيت ليه ايه السر والسبب علشان خطر اهم العملية التعقيم او قضاء على الميكروبات وبالتالي اتول مدة حفظ اللبن اذا حفظ اللبن مدة حفظه بتطول عن طريق اجراء المعاملات الحرارية اكمل تاني انا خدت كده وانتهت من مين من الالبيومين بس لسه يحتوي على الكابري الذي ينفصل عند تسخينه ويسبب الطعم المطبوخ اه طب انا اوضح لك ده اكتر شوية لو انا حطيت اللبن على النار مباشرة وغلية اللبن على النار المباشرة ايه اللي هيحصل البروتين هيحترق واتبص في قاع الاناء اللي بقى ايه باغلي فيه اللبن هتبص فيه بروتين لازع في قلب الاناء طب نتيجة الاحتراق بيحدث ايه بتتكون مجاميع السالفا هيدرايل التي تكسب اللبن الطعم الشايط او المطبوخ كمان مرة خلي بالك ان احتراق اللبن او رفع درجة حرارته او تسخينه على النار المباشرة تؤدي الى تؤدي الى تكوين مجموعة السالفا هيدرايل التي تكسب التي تكسب اللبن الطعم الشايط او المطبوخ طب تعالى على الجيلوبيولين الجيلوبيولين يحتوي على مادة اللاجلوتونين التي تساعد في تكوين طبقة القشطة مادة اللاجلوتينين هي عبارة عن مادة لاسقة وقتنا خلص معكم بسرعة واحنا كده وقفين عند البروتينات واهميتها التصنيعية هل بقى لك انتهى الوقت معكم بسرعة شاكرين افضلكم على حسن الاستماع والى لقاء اخر في حلقة قديمة ان شاء الله كان معكم مهندس نشر الاساس موجه البان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة